الجمجمة اللي مامك هذه لطفل بنغالي ولد عام 1783 صورها موجودة في متحفها نتريان المخصص للعينات الشاذة تشريحيا في الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا ويصيب من أربعة إلى ستة أطفال كل عشرة مليون حالة ولادة وللأسف أصاب الطفل البنغالي جمجمته في الصورة فنزل من بطن أمه برأسين كاملين تشريحيا لكن مشتركين في نفس التجويف حينها المرأة التي ولدت أمي الطفل خافت بعدما رأته برأس مزداوج لدرجة إنها قررت تتخلص منه لكن أهل الطفل التقطوه من النار بسرعة بعدما أصيبت الرأس الإخرى بحروق طفيفة في العين والأنف والأذن اليمنى وبسبب حالة الفقر في المجتمعات هذه قرر الأهل الاستفادة من ابنهم المشوة فغطوا الرأس بملاءة وعرضوه للجمهور في المسارح لكن للأسف مات الطفل بعد ثلاثة سنوات فقط والغريب إن موته ما له أي علاقة بحالته الصحية هذه الولد توفى نتيجة إهمال أمه لإنها خرجت تقضي حاجات البيت وتركت ابنها نايم ولما رجعت بعد ساعة رأت ثعبان كوبرى لضغه في بطنه أهل الطفل خذوه ودفنوه لكن صاحب المنجم أبو الطفل كان يشتغل فيه طلب الجمجمة من الأب بأي ثمن وبالرغم من رفض أبو الطفل إلا إن الرجل نبش القبر واخذها غصب وبعد شهر انتقلت من يدي ليد قبطان سفينة كان مغارم بشكلها والقبطان سلمها في النهاية إلى الجراح العالمي وانهانتر الذي أسس المتحف الغريب ذلي يضم غرض لشياء من مئتان سنة تقريبا في أطريحته عن إغرب التشوهات الجسدية